محللني يا أبي باسم الأب والابن والروح القدس الى الواحد أمين مرة تاني بشكر سيدنا الغالي سيدنا أمبا بخوميوس على دعوته وتشجيعه واخترنا موضوع ان احنا نركز على القرار تاني برضو بفكر ان حياة بدون قرارات هي حياة لم تعاش ويا ما ناس عاشت ما خدتس قرارات سليمة دخل العالم وخرج منه للأسف ضيع أبديته لأن الأبدي عشان توصل لها لازم تاخد قرار فاكرين القديس اللي علمنا مبدأ الذي خلقك بدونك لا يستطيع ان يخلصك بدونك مثل أن ربنا عاجز لأن ربنا بيحترم أردت الإنسان جدا يوم ما تخلقنا تخلقنا ما كناش موجودين ده قرار إلهي لكن دخولنا السماء قرار إلهي وقرار بشري في عمل مشترك في سينرجية يسموها سينرجيزم ربنا يريد وأنت تريد ربنا قرر يأتي ويفدينا ويخلصنا أنت عليك تقرر تمشي في طريق الخلاص لو ما مشيتش يبقى القصة ما مشيتش ربنا مش بيدخل الناس بالعافية السماء ولا بيدخلهم أكيد الهلاك بالعافية لأن دي مش مشيئته لكن القرار هو المسؤول وحياة الناس سلسلة من القرارات يعني وانت في جمعة ولا انت في المدرسة كنت بتاخد قرارات وخدت قرار جواز خدت قرار شغل خدت قرار صفر لكن في قرارات أخطر من ده كله زي قرار التوبة زي قرار الترك من أجل الله زي قرار التسامح زي قرار العطاء وسخاء زي قرار التكريس القرارات اللي تودي السماء دي قرارات أخطر من القرارات العادية لأنه كل الناس ممكن تقرر تتجوز نكحت أو ما نكحتش ما كل الناس بتقرر تدخل على شغل لكن الناس دي مش كلها رايحة السماء إنما اللي بيقرر ياخد قرار توبة يعني هو ده بقى اللي بيحط رجله في طريق السماء مظبوط أول موضوع نتكلم فيه حياة بدون قرارات الأول أفكركم بقصة الإبن الضال كنستنا تحب الحكاية دي قوي في لقى 15 وحطها لنا فيه كده إيه صدر الصيام الكبير عشان تقول لنا شايفيني الواد الشاطر ده نسموهش الإبن الضال نسميه الإبن الإيه الشاطر بنقول عليه كده ليه ما بنركزش على القرار الغلط اللي خده يسيب بيت أبوه ويضيع حكت أبوه ويتلمع على أصدقاء سوء دي كلها قرارات خطأ كل ده يمشي بقرار واحد صح أول ما قال إيه أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطيت إلى السماء وقدامك لست مستحقة نقود عليك ابن اجعلني كأحد وجراك فقام أول ما خد قرار وقام ينفزه كل الحكاية بدلت اتغيرت بدل ما كان ابن ضال بقى ابن شاطر إذن عسى أنت أعيز حياة أفضل تحتاج إلى قرار يعني كلنا عايشين مستوى حياة معين مستوى حياة ما أقصدش نوع الأكل والشرب والسرير لا لا أقصد حياة داخلية عندك شوية سلام قد كده شوية حب قد كده شوية فرح قد كده ممكن يبقى قد كده ممكن يزيده بس دي عاوزة قرارات لو قربت من ربنا أكتر هتلاقي quality of life مختلف حياة ده اللي كان بيكلم فيه المسيح الحياة الأفضل ليه طبعا الناس عايشة ليه بتقول يا رب جئت اللي تكون لهم حياة مش إيه دي العيشة اللي هو عاوزها ممكن يعيشوا حياة أحلى بس لازم ياخدوا قرارات أهمها قرارات التوب إذن حياة بدون قرار معناها تستمر كأنك في حالة نزيف فاكرين نزيفة الدم لفت على داكاترة بس ما حاتش عارف يعلقها فيعيني من سيء إلى أسوأ ناس كتير عايشة كده طب مين يوقف النزيف كانت لازم نعمة لما خادت قرار إنها تلمس توب المسيح وتتخطى الحدود وتدخل في الزحمة وبإيمان شديد عملت كده وقف النزيف يبقى فيه قرار يبدو أحيانا بسيط لكن هو دا يغير الحالة ويصلح الدنيا كلها قرار تاني حكى عنه ربنا يسوع في الأمثال أمثال اللي حكاها المسيح أمثال الملكوت في متة 13 يقول إيه أن فيه تاجر شاطر حبي يجمع الحاجات الثمينة في ناس في زمن دا في كل زمن غويين التحف والحاجات النادرة والغالية أوش ما يهمش الحاجات الكبيرة يهموا حاجات كده يقول لك لوحة مثلا مش عارف جايبها من فين بقى كده يحب الحاجة اللي قمتها فيها يقول الرجل النصح دا لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة السمن خد قرار طلعت غالية قوي مضى وباع كل ما كان له واشتراها دا يعتبر قرار تكريس يعني إيه واحد باع كل الدنيا عشان ياخد السمن فباع شغله وباع الناس وباع طموحاته وباع مزاجاته وباع كل حاجة واشترا الأبدية اشتراها طبعا ما بتدفعش تمنها يعني يركز فيها فمثلا اللي راحوا لأديورة دا قرار كبير دول عملوا ايه باع كل ما كان لهو اشترا اشترا السمن اللي سابوا حياتهم الطبيعية واختاروا يخدموا ربنا طول الوقت اهو نصحين خدوا قرار مضى باع كل ما كان عنده واشترا اشترا اللؤلؤة اللؤلؤة يقصد بيها دايما الحياة الأبدية يبقى دا نوع تاني من القرارات اللي فيه ترك انك انت عرفت تاخد قرار شديد لاوي اللي هو متة اللي كتب انجيل متة اسمه لاوي او متة كان عشار والعشرين دول بيكسبوا كويس واليوم مركز لان دول بيشتغلوا لحساب الرومان صحيحي اليهود مش بيحبوهم بس بيخافوا منهم عشان دول مسنودين بالسلطة الرومانية فده مركز برضه نظر المسيح عشارا اسمه لاوي جالسا عندما كان الجباية فقال له اتبعني لغاية كده دا دور المسيح يا ما المسيح قال لناس اتبعني بس ما سألوش فيه انما متة عمل ايه ترك كل شيء وقام وتبعه قولوا لي لو الجملة دي مش موجودة في الانجيل كان هيحصل ان يتكتب انجيل متة كان هيبقى في واحد من الاثناشر اسمه متة كان في بلاد كاملة دخلها الايمان بسبب القديس متة الرسول كل دا ما كان سيحصل لولا القرار الصح دا اللي خده متة الرسول وترك كل شيء وتبع المسيح شويتين بقى من الاثناشر شويتين بقى ايه قديس عظيم جدا وكتب انجيل متة وبشر في بلاد كتيرة ايه العظمه دي بقى كل دا ابتدى بقرار اذا حياة بدون قرار هي حياة بلا معنى افتكروا القصة دي حياة بدون قرار هي حياة بلا معنى حياة بدون قرار تفكرنا بواحد زي لوط لوط كان ابن اخو ابراهيم طلع معاه وتربى معاه في الصحراء وشايف البرك شايف ان ابو ابراهيم دا اي حاجة بيعملها فيها برك لانه صاحب ربان والارض بتجيب خير كتير قوي بسبب ابو ابراهيم ام بدل ما اخد قرار انه يمسك في عمه ابراهيم دا ما يسيبوش ابدا خد قرار عكسي انه يبعد عنه عشان شويت فلوس تهيأ له كتب قرار غلط لما رحسدهم معامورة لقى بناته اخلاقهم بطبوص كان المفروض يعمل ايه ياخد قرار يرجع لابو ابراهيم لقى البنات بتروح منه والست مراته عملة تتصاحب على بتعسدهم دول والافكار كلها بطبوص البيت هيخرب وهو متعذب طب بدل متعذب بالفساد اللي حواليك مش تاخد قرار وترجع مش قادر ياخد القرار يبقى كونه مخدس قرار لوط دا نهايته على قد ما بنقول لوط لوحده يمكن خلصة لكن هو مش مبسوط ليه في واحد ممكن يخلص وشايف بناته هلكه هيبقى سعيد مراته اللي بقت عمود ملح دي اكيد هو حس ايه اللي انا عملته دا ياريتني خدتها من بدري هي والبنات ورجعنا لابونا ابراهيم وعيشنا في امان لكن النهاية مش حلوة بالنسبة له كل دا ليه ما خدتش قرار ليه يا لوط ما اشتشفت بعنيك الناس خربانة والفساد بيزيد وسامع عن ابونا ابراهيم الخير والبركة عملت زيد ترى بنا دا له فرصة لما قامت حرب في المنطقة والملوك كاله في بعض راح كل شعب سادوم أسرة منهم لوط وعياله مين اللي أنقذهم ابونا ابراهيم طب في فرصة كتر من كده يعني شاف ابونا ابراهيم أقوى من الملوك وابونا ابراهيم طبعا نفسه لوط يرجع له لأنه بيحبه مخادس قرار خلي بالك يا أحبائي العمر قصير ولو فضلت تسوف في القرار تأجل في القرار بيخلص العمر وانت مخدتش قرار صح ولو خلص العمر بدون القرار الصح راحت السماء كلها مش راح العمر العمر كده كده يروح لكن السماء هتروح أو ضيعت ناس في رجليك ليه مخدتش قرار ليه عندك فرصة تاخد قرارات سليمة ما تعيش حياة بدون قرارات لأن ده معناه أنت بتضيع كل حاجة واحد زي عالي كاهن عالي كاهن شاف بعينيه إن عياله بيفسدوا لهيك راح جابهم فقعدة وقال لهم ما يصحش والعيال كملوا في الغلط ربنا بعط له إنذار واثنين وثلاثة طب يا عالي كاهن ماشي عيالك من كاهنوت اتعامل معهم حسب حق الشريعة الشريعة بتقول ده المفروض يموت لو مش قادر على دي أقل ما فيها وقفهم مش قادر ياخد قرارات ضعيف ساب الموقف يزيد يزيد لغاية ما صمويل الصغير كان صمويل طفل ولما المسيح ندى عليه قال له أنا زعلان من عالي بقى صمويل مكسوف من أبونا عالي قال له لازم تقول لي قالك إيه قال لي زعلان منك زعلان منك ومش هيبضل الكاهنوت في بيتك حتى بعد اللي قاله صمويل عالي الكاهن معرفش ياخد قرار ياريتو خد قرار حاسم يعمل أي حاجة لكن ما عارش وبالتالي النهاية أنتوا عارفين التلاتة هو والاتنين ولاده ماتوا في نفس اليوم وماتوا متصعبة كمان واحد زي داود بياخد قرارات صح لكن في بعض المواقف ما خدس قرار صح تذكروا لما أمنون اعتدى على صمار أمنون ده ابن داود داود اتدايق بس ما خدس قرار طب قدبه بأي تأديب طب شد عليه طب عقبه لكن لما سكت على غلط أبشلون بقى ايه قرر ينتقم ودخل النكت بيت داود ليه ما خدس قرار ليه وعلى فكرة في التربية لو الأب ما خدس قرار في وقت مناسب ممكن يبقى سبب ضياء أولاده حتى في التربية لازم يطلع قرار مزبوط في وقت مزبوط مثل آخر لحياة بدون قرارات أخاب أخاب الملك كان ملك سيء لأنه متجوز واحدة وثانية إذا بال وأبوها دا كهن أوسان كبير كهنة الأوسان وبعدين أخاب بيعمل خاطر وحساب لإليا النبي جدا إليا مزكه مرة بهدله شد عليه وخوف قال له انت قتلت وورست بعد حدثة نبوت اليزرعي أخاف خاف جدا طب كويس مخوف ربنا دا كويس يخالي الواحد ياخد قرار روح لبس المسوح والرماد وحاسس أنه تايب وبعدين خد قرار بقى ماشي الست البطالة دي دي خربت المملكة كلها ارجع توب عندك إليا يساعدك عالتوب لأ ماكملش ما خادس قرار رجع أخاب يكمل الغلط تاني وهلك مع أنه كان عندك فرصة دا انت ابتديت هو كان ممكن تكمل حياة بدون قرارات تفكرني بشمشون ليه؟ شمشون عرف أن ربنا زعلان من أنه بيتساهل مع جسده شمشون كنزير الرب ما ينفعش يتجوز أبداً واحدة أممية وسانية ما ينفعش وده فكرنا المسيحي إن إحنا إيه؟ بنتجوز في المسيح بس لازم اللي اتنين مسيحيين أرثوذوكس عندهم إيمان مستقيم عشان دا بيت في المسيح لكن ما ينفعش أي شركة بين النور والضلمة أي شركة بين المسيح وبالي عالم شمشون بقى يمشي معادي شوية ودي شوية وربنا مطول باله لكن مش مبسوط ودليلة بتضحك عليه وبتستغله وشمشون عارف وزكت يا إخي خد قرار وقف العلاقة الغلط كفاية يا شمشون دا ربنا طول باله عليك كتير دي كل شوية تربطك وتقوله الفلسطيني عليك تصحى قال يعني إيه هيعملولي إيه وفي الآخر لأ بقى شو خد عندك بقى أنت فتكرت إنها كل مرة كده بقى زي الطور في ساقية عموا شالوا عنيه وزلوه ليه؟ عشان ما خدش قرار لو خد قرارته وبعد عن الخطيئة دي ما كانش انتهى النهاية الصعبة دي واحد زي فليكس الوالي في العادة الجديد لو تسمعه عنه فليكس ده عابل بوليس بوليس اللي هو عز يعني للجماهير قاعد يوعزه درسه خصوصي كده بوليس بيتكلم عن الدينونة وعن البر وعن التعفف وكلام إيه؟ قوي وتأثر جدا فيه لكس بس ما بياخدش قرارات فيه ناس تتأثر بس ما تاخدش قرارات فيه ناس تسمع الوعظة وتحرك رأسه وبس وبعدين يا حبيب ده ما يدخلش السماء الحركة دي ما تدخلش السماء اللي يدخل السماء انك تنوي تعمل حاجة وتعملها عشان خاطر ربين لكن حياة بدون قرارات الراجل ده ما سمعناش عنه بعد كده هلك ليه لأنه بقى تنقل بقى بعد كده كان عنده بوليس قدام عينه كل يوم حد طايل يشوف القديس بوليس ويسمعه الغني بتاع العازر قدامه الراجل مش هيعمل مشوار يعني يسافر عشان يخدم العازر بيموت قدامه غالبان ومريض اعمل خير قدامك فرصة كل يوم ما بياخدش قرارات ما بيتعاملش مع الناس دي خلص العمر للعازر وللغني باظت الحكاية خلاص الغني هاك ليه كان عندك كام فرصة تاخد قرار تعمل خير وما عملتوش فالمسيح له المجد أبونا إبراهيم يعني كممثل عن الله يقول له انت استوفيت خيراتك على الأرض لعازر استوفى البلاية خدت كل الفرص ما عملتش بيه حاجة كان ممكن تعمل خير ما عملتوش يجي السؤال يا أحبائي هو احنا ليه مش بناخد قرارات صح ليه مش بنعمل اللي ربنا عاوزه احنا موضوعنا كله عن خد قرارك فده أول موضوع حياة بدون قرارات حياة زي اللت وحياة هتضيعي الأبدي حياة صحة لازم يبقى فيها قرارات حسب إرادة الله أول مشكلة بتقابلنا الاستسلام أن الواحد بيبقى تعود على حالة وخلاص تعود يعني تعودنا لما نقعد نجيب سيرت الناس خد قرار القعدة دي بتزعل ربنا هزعل الناس ما يتزعله ولا يتفعله ما ربنا يبضل زعلان ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس لا ما احنا مستسلمين أصل إيه بقى لنا 30 سنة بنيجي الساحل ناكل في سيرت الناس طب معقول ناخد قرار طب ما هتروح النار لازم تاخد قرار استسلام مش عاوز أعمل حاجة زيادة لازم تتعمل خطوة حقيقية وإلا فيه هلاك فيه نار جهنم بجد ده مش تهويش لكن اللي بيعطل الناس في القرارات أنه مستسلم أو يلاقي الإرادة ضعيفة كام واحد يقولك هبطل سجاير الحبيبي بطل قبل ما تموت لأنك لما تموت هتبطل غصب عنك بس مش هتتحس بطوبة هبطل الخمور والسكر هبطل لخبطة هبطل ما لازم تاخد قرار لكن تفضل مستسلم وتقول أصل طبيعي كده أصل أنا إرادتي ضعيفة هو تفتكر ده عزر تيجي قدام السمة تقول أصل أنا إرادتي ضعيفة طب خلاص إرادتك ضعيفة بأنت ما تدخلش السمة السمة يدخلوها صحاب القرارات اللي خدوا قرار توبة مع كلمة الاستسلام تلاقوا كلمتين تاني يجوا في الإنجيل كلمة الرخاوة وكلمة الاستهانة الرخاوة لا تمسكوا صيدا يعني الشخص اللي بيعمل الأمور برخاوة لوس كده بيدلع بيخدش قرارات صح ما بيكملش بسكة ربنا صح خطر هتنفضل طول عمرنا صلواتنا رخاوة مش صلوات حرة طب وبعدين هنقف قدام ربنا إزاي والاستهانة اللي يقول عنها القديس بوليس أم تستهين بلطفة الله وإمهاله وطول أناته غير عالم بأن لطفة الله إنما يقتدك إلى التوبة يبقى هنا فكرة إنه واحد مستهين بإنه هيحصل إيه يعني لا هيحصل كن ربنا مأجل التأديب أو العقاب لو ما خدتش قرار هيحصل اللي أنت ما تحبوش يحصل يا إما تأديب شديد على الأرض يا إما هلاك أبدي طب وليه ليه تحط نفسك تحت تأديب شديد أو هلاك أبدي في الآخر مع الاستسلام يجي الفتور والروح كل دي أسباب بتخلينا ما نخدش القرارات الصح إن الواحد صلواته ضعيفة جدا إراياته ضعيفة ربنا في حياته على الهامش اللي ربنا على الهامش ما بيخدش قراراته ما كانس ربنا يدخل القلب والعائل ويبقى هو الملك ما بتطلعش القرارات لكن حكاية إنه ربنا على الماشي كده ده ما بيطلعش قرارات لأنه ربنا إله غيور عاوز ولاده مركزين معاهم كمان ما بناخدش قرارات بسبب إن العلاقة بتفضل سطحية بربنا الواحد بيكتفي بأنه يتحط نفسه في برواس كده ديني معين لكن دماغه في حتة تاني والإنجيل بيقول يا ابني الديني قلبك يعني قلبك ودماغك مع ربنا لكن تلاقي الناس قلبها في الملزات والأشغال والفلوس والصراعات ما فيش مانع من أداس أهو ساعة بالزق وخلاص لا حبيبي ربنا مش عاوز كده ربنا عاوز كل الإنسان على أبهاته فده ما بيخليكش تاخد قرارات سليم سبب تاني خلينا ما ناخدش قرارات حسب إرادة الله إن إحنا مش سمعين صوت ربنا وده له موضوع بكر ساعات الواحد يقول أخد قرار إيه بالزبط الحالي يجاوبك ربنا لأن ربنا بيقول لكل واحد فينا مطلوب منه إيه بالزبط يعني بيقول لشامشونسي بدليلة يعني دي محتاجة غير اللي بيقوله لشاول الترصوصي اطلع من اليهودية أو التفكير الفريسي اكتشف إن المسيح ربنا غير اللي بيقوله الفيلوبوس المبشر رافق هذه المركبة غير اللي بيقوله لزكك فيك ظلم للناس وزع فلوسك أوكي يبقى صوت ربنا واضح وصريح والكل واحد بشكل طب لو أنت مش سامعه مش هتاخد قرار طب أو هتاخد قرارات غلط لأن الواحد مش هيسمع صوت ربنا طول ما الدنيا شغلاء والدنيا دي ما بقتش بس الناس دي بقى البتاعة المزعج ده الموبايل بقى مشكلة ليه؟ لأنه طول ما هو بيدخل في ودعنك ودماغك في أي لحظة يبقى ربنا مش عارف يكلمك كل ما ربنا هيجي يكلمك هتلاقي واحد يرن عليك ليه ما هو الشطان؟ عارف السكة خلاص طالما أنت بترد على الناس كلها يبقى مش هترد على ربنا فدي بقت حيلة الشطان بقى جوة البيت من خلال الموبايل عشان كده لازم نقفله شوي عشان نقرأ الإنجيل عشان نركز في ربنا لكن هو أنت هتعرف تصالي الموبايل برد يبقى مش هتسمع ربنا أبدا هتقعد تسمع بقى في ناس يحكوا معك ويدخلوك في مشاكلهم وفجأة يخلص العمر وبعدين تقف قدام المسيح يقولك ده أنا رنت عليك بدل المرة مليون مرة أنا الوحيد اللي كان يعني ما بتردش علي خالص عشان أنت بترد على الناس تانية كمان عدم استماع صوت الله لما نبعد عن الإنجيل مرة كده في مؤتمر سألت الناس هو إنجيل الأداس بتاعنا كنا حاضرين الأداس مع بعض وكلين صدقوني مفيش غير نفارين اللي عرفوا مش كلكم كنتوا في الأداس والإنجيل اتقارى علينا محدش فاكر الإنجيل كان إيه طب دي حاجة تخوف ليه ده معناه أن احنا معتبرين الإنجيل في الأداس فقرة لازم تخلص فقرة إيه هو شو هي مصرحية إنجيل ده بتقري علينا عشان قلبنا يتحرك عشان نتوب عشان الكلام ده هو اللي هيدخلنا السم لو أنت في نفس اليوم مش فاكره دي حاجة تخوف يبقى احنا مش مركزين وده بالتالي خلينا ما بنخدس قرارات ما بنخدس قرارات ساعات لأني بخاف من المواجهة ساعات فيه آيات تنخص مش كده تحس الآية دي ركبة عليك كأن ربنا بيكلمك أنت مش كل الناس دي بيكل كلام ليه كنت طب أنت موافق تتواجه المواجهة دي تقبل أنه تحس أنك أنت ربنا بيقولك أنت مش عاوز تفكر كده خليها وعز عادية وخلاص لكل الناس طب يا حبيبي ليه أنت تكلام ليك أنت طول ما أنت بتاخده كده بشكل عام مش رادي تاخده لنفسك يبقى مش هتاخد قرار كأنه عارفين إحنا وقفين طابور كده واحد بيقولك تعال تفضل تقوله أنا أنا أيوة أنت تعال فهمي إزاي لما المسيح قال لبطرس تعالى ما عادش يبص حواليه ويقوله روح يا يوحنى بيقولك لا لا تطلع رجله على طول كلام ليه حضر إنما إحنا بقى بناخد موقف تاني المسيح يقولك تعالى تقعد تبص على اندراوز وعلى متة وعلى بقية الموجودين كأن كلام ليهم ما أنت مش هتاخد قرار ما طلعتش رجلك كمان يا أحبائي ساعات مش بنسمع صوت ربنا لأننا بنبعد عن أبائنا الروحيين الأب الروحي ساعدك تسمع صوت ربنا أنت ممكن تروح لأب اعترافك تقوله قلي حاجة ضرورية الخلاصة أنت عارفني يا بوي أنا إيه اللي ناقصني عشان أقابل المسيح أكون جاهز هيشاور لك هيقولك طب أعمل كده طب ركز في كذا هيقولك لازم تصالح أخوك هيقولك لازم تبطل كذا هيبقى كلام صريح فلو يعني مش سامع لا في الصلاة ولا في الإنجلي الكلام مش بعيد ولا حاجة ثالث حاجة بتخلينا نعيش حياة بدون قرارات الخوف من رأي الناس ناس كتيرة طيبة عاوزة تمشي مع ربنا بس بيعطلهم رأي الناس سام قال إنجلي وحن لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله فكان في بعض الفريسين يعجبوا بالمسيح بس ما يقدروش يعلنوا لأن الناس تكل وشهم معقول بقى يبقى فريسي وقسم كده في المجتمع ويمشي وراء المعلم الناصري الناصري ده غلبان ده بتاع الغلابة مش بتاع البهوات فكان يكسف يقول يبقى الناس ما بتاخدش قرارات خوفا من بعض بقى قرار توبة يخجلك وقرار خطية ما يكسفكش مرة شاب بيقول لي أنا في ليلة كل الشبان مصرين يشربوا ويسقروا وأنا الوحيد اللي قلت لهم أنا ما بشربش مسكوني ترياء نص ساعة فلاقيت نفسي في الآخر اتشديت وزعقت وقلت لهم مفروض انتوا اللي تكسفوا على روحكم انتوا بتعملوا حاجة غلط أنا اللي هتكسفك مني راجل وبقول لا ففيه اتنين خدوا على جنب وقالوا له انت فعلا راجل انت معاك حق احنا اللي مش رجال احنا اللي مش قادرين نقول لا للغلط بس هو انفجر وقال لهم الحقيقة أنا اللي هتكسفك مني عاوز امشي صح الزمن بقى كده اللي عاوز يمشي صح بيكسف واللي بيمشي غلط بيفتخر شوفوا الشيطان قلب الموازين ازاي اللي بيكذب فرحان وبيضحك واللي بيقول الحق والصدق بيبص في الأرض كأنه عمل حاجة غلط لم تخفشوا من رأيي الناس الناس مش هتنفعنا في حاك ولا هتأذينا في حاك نزيح قال لا تخافوا حتى من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر اريكم ممن تخافوا خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم من هذا خاف اللي بيخلينا مناخدس قرارات كلام الناس هو كلام الناس والناس بيعجبها العجب الناس هتقول كده ولا هتقول كده مش هنخلص نقعد نفكر هيقولوا علينا ايه برضو مرة واحد بيقول بعمل حفلة لابني وبعدين بس أنا أصلي مضطر قلت له ما تقوليش مضطر قال لي يا ابونا هيقولوا علينا ايه قل له مين اللي هيقولوا عليك والملائكة يقولوا عليك ايه تبقى بتخدم ويوم فرح ابنك بتحزن قلب الله مين اللي يقولوا ما اللي عاوز يقول ما يقول انت ما تاخد قرار يرضي ربنا لكن ارضاء الناس هيعملك ايه لو كنت بعضه ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح اللي عاوز يرضي الناس ده ما يستهلش يقول له رب انت الهي انت ما عدتش عبدا للمسيح انت بترضي الناس تدرجة بعض الناس بقيت تتشكك ما يمكن الناس صح يعني ايه حبيب الناس صح مش الانجيل ده مرجع الانجيل قالي الكلام ده غلط يبقى غلط لو كل العالم قال صح العالم كله غلط احنا ما بناخدش الرأي من الناس بناخد رأي ربنا فهنا اللي بيعطل القرارات الخوف من رأي الناس اللي بيعطل القرارات كمان الخوف من الفشل او الخوف من الاستمرار يعني الواحد ساعات يكشي يقول ايه طب انا لو ابتديت السكة دي هقدر اكمل حبيبي طبعا لان ربنا هيكمل معك ربنا هيديك نعمة وانت فاكر انك اتمشي لوحدك مرة واحد قال لي انا قدمت استقالة وكان مرتب جبير بس الشغل كان بيجبرني اسرق واجزب صليت جامد لقيت ضميري خلاص جاب اخر ومش مستحمل قلت له رب بص مش هتسيب نجوعنا وعيالي قال لي ما فاتش اسبوع جاء لي شغل ما كنتش احلم به مرة ونص المرتب اللي كنت فيه لكن انا خدت قرار كل الناس كانت بتقول لي انت مجنون تسيب شغلة زي كده قال لهم ضميري تعبني سر او كدب لا خلاص ده قرار صح لكن اللي خايف ما يستمرش في القرار ده جبان سامحوني لا قرار التوبة ناخده ونستمر لان ربنا مش هيسيب ولادهم تلاقي بقى صغر النفس والياس انا مش هقدر اكمل غالبا انا جربت نفسي بطل المخدرات وارجع لها تاني ايوه حبيبي طب وقف تاني وربنا يديك نعمة وما ترجعش ما احنا عندنا السامرية كتعايشة في الخطيئة وقفته ما رجعتش انت ليه تفترض انك ترجع تاني لا تعود تخطئ ايضا وربنا هيوقف معاك ويساعدك او واحد يقول لك ده انا تعودت خلاص كمان من الحاجات اللي تخلي واحد ما ياخدش قرارات حسب ارادة الله ان الخوف المقدس رايح مننا في الجيل ده يا حبائي ليس خوف الله قدام عيونهم الناس بطالة تخاف ربنا الناس عايشة كأن ربنا مش موجود الشر بقى سهل والخطيئة بقت عادية والناس لغتها كلها حتى لو بيقولوا فيه ربنا نظري لكن دي لغة ملحدين لان ربنا تلغى من تفكرهم وكلامهم لو فيه خوف ربنا حاجات كتير هتمشي صحي لوحدهم فيه ناس بتقول لسه بادري لسه بادري بعد الكورونا حد يقدر لسه يقول لسه بادري في العمر هو حد فينا ما شافش الموت قرب منه السنة اللي فاتت ما فيش واحد فينا ما حسش الموت جي لغاية عند باب بيته وبعدين رجع تاني طيب لما يجي الموت ده يشرف لغاية البهب مش يمكن يجي تاني نهاردة بكرة بعده طيب مش نخاف بقى مش ناخد قرار قبل ما يخلص العمر كمان فكرة ربنا حنين هو ربنا حنين نعمل عكس قراته يعني كمنه حنين وطيب نضيقه نغيزه بخطيانه ده تفكير غريب أو أو أن الناس تقول لك ما فيش داعي للتغيير أختمي أحبائي وأقول الخطورة حياة بدون قرارات تخلينا بنفقد أبديتنا يقول القديس بطر الزمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم يعني لازم تقول كفاية كده أنا اتدلعت كتير أنا ضيعت كتير كويس أني لسه عايش وأقدر أخذ قرار صح زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الضعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوسان المحرم رسالة اللي بعدها يقول ولكن سيأتيك لص في الليل يوم الرب اللي بفيه تزول السماوات بضقيق وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها يعني في نهاية لو نسيت أن في نهاية بأنت بتضيع نفسك ربنا يسوع له المجد حذرنا وقال لنا هيجي ناس يقولوا يا سيد يا سيد افتح لنا يقول أنا ما أعرف كنا اصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم والساعة نادى وقال يا أب إبراهيم ارحمني ده الغني بس راح منه الفرص راح منه القرار الصح ارسل لعازر ليابن لطرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيم قال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلاية وهو الآن يتعزه وأنت تتعزب لإلهنا كل مجد وكرم الأبد موسيقى